الرئيس السينيغالي ماكيسال للقاء أطراف الأزمة البركينية الناتجة عن الانقلاب الذي نفذته وحدات من الحرسي الرئاسي قبل شهر من أولى محطات الانتخابات طبقا للمسار الانتقالي المدعوم إقليميا ودوليا للعودة للمؤسسات السياسية المنتخبة تفاصيل أوفا نتابعها ضمن هذا التقرير انطلقت أولى جلسات المفاوضات في وقادوغو لمحاولة إعادة البسار الانتقالي للبلاد وبإذا ذلك خرجت مماهرات احتجاجية قوية في العاصمة ووصلت للفندق الذي يقيم فيه الرؤساء الأفارقة الساعين لإطلاق مفاوضات سياسية للتوصل لحل للأزمة الناتجة عن الانقلاب وتأتي الوساطة في إطار مجهود يبدله الرئيسان السينيغالي ماكيسال والبنيني بونيايا في إطار منظمة دول غرب إفريقيا الاقتصادية من أجل تفادي مزيد من الصراع الدموي على السلطة في بوركينفاسو قائد الانقلاب الجنرال ديان ديري بدأ خطابه مطمئنا وعلق بقوله لم أقل أبدا إني سأحتفظ بالسلطة ولم يتضح شيء في المقابل عن الضمانات المحتملة أو التعويضات المقدمة إلى الانقلابيين من قبل الوسطة إلى فارقة ومع استمرار جهود الوساطة تتواصل الاحتجاجات في الشارع حيث دعت الحركات السياسية الاحتجاجية إلى النزول لساحة الثورة وسط العاصمة غير أن قوات من الحرص طوقت الساحة ومنعت المواطنين المحتجين من الوصول إليها فيما ظهرت أولى بوادر الانقسام في الشارع اقتحم موالون الانقلاب باحة الهندق الذي يقيم فيه الوسطة أولى فارقة وطردوا متظاهرين مناهضين للانقلاب وصحفيين وتفيد حصيلة أخيرة للمستشفيات أن أعمال العنف التي رافقت الانقلاب أسفرت عن عشرة قتلى على الأقل ومائة وثلاثة عشر جريحا ومعنا في الستوديو للتعليق على هذا الموضوع اسماعيل والشريخ سيديا خبير في الشؤون غربي إفريقيا أهلا وسهلا بكم مرحبا الوسطة الإفريقية التقت بالفرقاء اليوم الأحد ما الأفق المنتظر في بوركينة فاسو لهذه المفاوضات ما تفق على تسميتها المساء عن ناصر تفاهم الذي ستنجم عنه قمة طارئة لسيديا والمثلثة المقبل هو في الحقيقة نقاط تحفظ ماء الوجه لكل الفرقاء جنرال ينجري سينال العفو بعد انقلابه وبعد الخسائر البشرية التي حدثت في الأيام منذ 17 سبتمبر وكذلك المرحلة الانتقالية ستستمر يعني ستعود مع تأخرين طبيعين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت متوقعة في موضع 10 أكتوبر ستتأخر بحوالي شهر وزيادة بحيث تقررت 22 نوفمبر على كل حال هو في مجمله رأى كل الفرقاء رغم أن حركة الباليسي تويان وهي ناشطة كانت تؤجج الاحتجاجات وكانت يعني رأس الحرب في إسقاط بلس كامبوري رفضت نقطة العفو في بيان لها على صفحتي على فيسبوك قبل قليل ولكنها يعني ثانوية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الجو العام هذا المسابي وقدو والرغبة الجامحة في التوافق التي يعني تبقى عليها قساوي ست بورك نفسو وكذلك الفرقاء السياسيين دوليين وساطة بونياي وماكيسال يعني كانت متنفسا لجنجري وستكرس بطبيعة الحال عودة بلس كامبوري من الباب الواسع الشارع البوركيني يبدو حاضرا ويرفض الأجندة الانقلابية بقوة هل بإمكانه فرض إرادته أم أن البلاد تتجه إلى حمام دم البلاد تتجه إلى جو من الترقب في الوساطة يعني كانت صعيبة منذ أول أمس يعني التقى على سبيل بذل ماكيسال السائس يعني انتقل إلى بيت كافاندو الذي فرضت عليه لقام الجبرية بعد الإطلاق سراحه انتقل إليه ثلاثة مرات من الفندق وعلى هذا الأساس فالصعوبة جو المفاوضات يعني يشي بصعوبة الوضع السياسي ولكن الاتفاق السياسي كان لابد منه وحمام الدم أعتقد أنه يعني إذا ما إذا ما إذا ما كانت الوساطة الأفريقية فاشلة فسيكون المخرج جهداميا وقد يكون صعيبة قائد الانقلاب قدم نفسه للإعلام ويبدو واثقا من نفسه ورغم ذلك لوح بأنه لا يريد البقاء في السلطة جنرال نجريري هو يعني شخص إنسان من نوع خاص يعني حتى من ناحية الجسدية لأنه طوله يقارب المترين وهو يعرف كل شيء ولا يقول أي شيء وقد يعني رافق بليس كامباريو وقبله تماثان كرا وأجهز على تماثان كرا حسب شهادات الكثير يعني له ثلاثون سنة يعني يسيطر على كل شيء في البلاد رغم أنه شخصية ظل وهو كتوم جدا وله وجه طفولي رغم أن زوجته عضو في مكتب تنفيذي لحزب سدي بي يعني الحزب الحاكم السابق حزب ليس كامباريو فاتو جنجيري ويعني ثقته بنفسه يعني ربما هي جزء من المناورة فالكثيرون يقولون أنه من ضمن الأشياء التي دفعت للانقلاب حماية نفسه من تقرير تشريح جثة تماثان كرا ورفاقي الاثنين عشر الذي سلم لذوي الحق يوم الخميس الماضي يوم الانقلاب بالضبط يعني يوم 17 سبتمبر وبالتالي فإذا وضع على الواجهة إنقاذ رفقاء بليس كامباريو وحزبه من الاجتثاث واعتبر أن ذلك مكسب فقد أيضا تسلم مكاسب شخصية ما مخاطر انقسام الشارع على مستقبل المفاق الوطني في البلاد والذي كان سائدا قبل الانقلاب على الجدوى الانتقالي الجدوى الانتقالي يعني التوجه العام هو باستعادته بالانتخابات تقرارات يعني تم تمديد الجدوى الانتقالي وحسب نتائج القمة الضارئة وأيضا تصويت المجلس الوطني الانتقالي الذي يلعب دور الجمعية الوطنية تصويته قبل المتوقع قبل يوم 22 سبتمبر على قانون العهو على الانقلابيين وزمرتهم إلا أن بوادر الانقسام أصبحت أقل حدة بحيث سيعود المقصيون من الترشح إلى الواجهة من جديد وستكون المعركة انتخابية محظة أما ما سيسفر عنه ميزان القوى بعد الانتخابات فالحديث عنه سابق لأوانيه بكل بساطة لأن 27 سنة من الدكتاتورية يعني تترك خلالا واضحا في قراءات القارئين لساحة سياسية إسماعيل والشيخ سيديا خبير في شؤون غربي إفريقيا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم